في الورشة تمارس إيدتخوت فالا مهنتها منذ أكثر من عشرين عاماً وهي تعمل كنجارة في جامعة شتوتكات وتقوم بتعليم طلبة الهندسة ومخطط المدن كيف يتبنى النماذج العمل مع الطلاب وداخل الجامعة أمر ممتع بنسبة لفالا ولكنها عرفت بالصدفة أن زميلها الرجل يتقادى راتباً أكبر منها بنحو 1200 يورو في الشهر اعتقدت فالا أن هناك خطأ ما لكنها أدركت سريعاً أنها تقادى منذ سنوات مبالغ أقل حاولت بالطبع كشف الأسباب في مكان عملي وعلمت سريعاً أنني لن أتحمل هذا الظلم وبالفعل تأثرت نفسياً وبدأت أسأل نفسي عن أخطاء محتملة قد أكون اقترفتها وأنجزها زميلي بنجاح في الواقع تعتبر إلتخوت فالا أفضل تأهيلاً فهي حاصلة على لقب معلم فني بينما يفتقد زميلها للقب ويحصل على راتب أعلى لجأت فالا إلى القضاء من أجل الحصول على نفس الراتب أما رب العمل أي جامعة شتوتكات فأوضحت أن سبب الفارق في الراتب أن زميلها شارك في تأليف كتاب منذ سنوات ومن أجل تحقيق المساواة في الأجر أرادت الجامعة توقف داراتب الزميل لاحقاً لكنها فاشلت حاولنا فعل كل شيء من أجل المساواة في الأجر بعد أن تضح لنا عدم وجود أي اختلافات في المهام لكن عندما تقول المحكمة أنه لا يوجد تناسب هنا لا تستطيع الجامعة فعل شيء الجامعة قالت أنه لا يمكن دفع المزيد من المال لإيلت خوتفالا واستخدمت الجامعة اللغة الإدارية ورغم الاستفسارات العديدة أشارت إلى اللوائح الصارمة في أجور المهن المختلفة فالا وصلت بالدعوة إلى المحكمة الدستورية وخسرت هذه المرة ولم يعد أمامها سوى المحكمة الأوروبية نحن نقوم بنفس العمل ومن المفترض أن نحصل على نفس الأجر ويمكن أن ننجح في المساواة عبر طرح القضية على الرأي العام هنا سيسمع الجميع صوتنا ويضطر الطرف الآخر للتراجع من خلال كلمات تبعث على التشجيع والاحتجاج حددت فلا هدفها وأصبحت منذ فترة المفوضة بشؤون المساواة في الجامعة وفي هذا المنصب بمقدورها أن تسبب القلق لإدارة الجامعة